موسيقى السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي التراميذ دائماً نستمر مع دروس علوم الحياة والأرض للسنة الثانية باكالوريا شعبة العلوم الجريبية مسلك العلوم الفيزيائية رأينا في السنة السابقة أن النباتات اليخضورية كائنات ذاتية تغذية قادرة على تركيب مادة عضوية من مواد مدنية وبوجود ضوء عن طريق ظاهرة تركيب ضوئي فهي كائنات ذاتية تغذية هناك كائنات غير ذاتية تغذية فيتسهلك هذه المادة العضوية لتحصل على طاقتها ورأينا خلال هذه السنة في أول وحدة استهلاك المادة العضوية وتحرير الطاقة فنحن نتغذى على أغذية متنوعة عبارة عن مواد عضوية لنحصل على الطاقة ونخلف بقايا نطحها في الوسط الخارجي على شكل ماذا؟ على شكل نفايات كما نستعمل كذلك مواد أخرى في حياتنا اليومية عبارة عن مواد غير عضوية موضوعنا هو المواد العضوية وغير العضوية قبل أن ندخل إلى الدرس أدعوكم أعزائي التلاميذ لملاحظة هذه الصور لاحظوا معي ماذا تلاحظون؟ مجموعة من المواد عبارة عن نفايات ملقية في وسط عام ماذا تلاحظون كذلك في الصورة الثانية؟ كذلك فهي عبارة عن مخلفات مواد مختلفة نعم هي عبارة عن نفايات نوعها هي نفايات إلكترونية هل كانت هذه النفايات فيما قبل؟ نعم فهي مرتبطة بالتطور تكنولوجي الصورة الثالثة لاحظوا معي عبارة عن مطرح للنفايات لاحظوا معي هنا نفايات كميات كبيرة من هذه النفايات التي يطرحها نكيد أن هذه النفايات ارتفعت كمياتها كذلك فهذا مرتبط بالتطوء النمو الديمغرافي الكبير لاحظوا معي الصورة الرابعة ماذا نلاحظ؟ هناك عمال نعم يقومون بعزل مجموعة من النفايات فصل بينها هنا مجموعة من النفايات تستغل من أجل أثناء عملية العزل من أجل استغلالها أكيد نتساءل أعزاء التلاميذ نطرح مجموعة من التساؤلات حول هذه النفايات ما هي مكونات هذه النفايات ما هو أطار هذه النفايات الملقات في الوسط الأهم أكيد لها خطورة كما نلاحظ خاصة بنسبة السكان الذين يقتنون بالقرب من هذه المطارح إذن كتساؤلات أعزاء التلاميذ ماذا نقصد؟ ماذا يقصد بالنفايات المنزلية؟ ما هي مكوناتها وخصائصها؟ كيف يمكن التخلص منها أو معالجتها؟ ما هي آثارها على الصحة والبيئة والاقتصاد؟ دعونا أعزاء التلاميذ نبدأ بالتساؤل الأول لنحاول أن نجيب عنه وهو ماذا يقصد بالنفايات المنزلية؟ وما هي مكوناتها وخصائصها؟ الآن سنبدأ بمحاولة لتعريف بالنفايات ما هي النفايات؟ لاحظوا معي تعريف النفايات لاحظوا الصورة فهي عبارة عن مجموعة من المكونات مواد نطرحها بشكل مستمر نعم هناك أكياس بلاستيكية ورق مقوى مجموعة من المواد ذات طبيعة مختلفة إذن ماذا نقترح كتعريف لهذه المواد؟ هل نستعملها؟ لا فهي غير مستعملة من طرف الإنسان فيتم طرحها في الوسط الخارجي مواد مختلفة إذن نقترح التعريف التالي النفايات المنزلية هي مجموعة من المواد العضوية وغير العضوية غير المستعملة الناتجة عن الأنشطة المنزلية اليومية منازل، مطاعم، فناضق والتي يتم التخلص منها وطرحها في الوسط الخارجي دعونا الآن أعزائي التلاميذ سنتساءل حول مكونات وهو السؤال الثاني ما هي مكونات وما هي خصائص هذه النفايات المنزلية لمعرفة خصائص هذه المكونات أقصرح عليكم أعزائي التلاميذ الأنشطة التالية كما تلاحظون في الصورة تختلف طبيعات النفايات باختلاف الخصائص الاقتصادية العادات الاجتماعية للسكان ويبين الجدول الأسفل نسب مكونات النفايات المنزلية المطروحة في بعض الدول السؤال المطروح هو استنتج خاصية النفايات المنزلية التي يبينها الجدول الأعلى ماذا تلاحظون؟ ماذا يبين الجدول؟ إن هذا الجدول يوضح لنا أنواع النفايات ومقارنة بين أربع دول من حيث نثب مكونات النفايات فيما يخص هذه المواد نقرأ جميعاً هذا الجدول لاحظوا ما إذا بدأنا بالمغرب نسبة المواد العضوية فهي متراوحة بين 50% و70% فيما يخص الوراق بين 5% و10% المعادين 1% إلى 4% مواد أخرى 8% إلى 16% دول آسيا نلاحظ كذلك 75% بالنسبة لمواد العضوية مواد أخرى 22.6% ونسب كيف هي ضئيلة بالنسبة لباقي المواد ورق، معادين، زجاج، بلاستيك بالنسبة لبريطانيا، ماذا نلاحظ؟ النسبة أعلى نسبة هنا هي 30% فيما يخص المواد العضوية 23 مواد فصيلة 9 مواد أخرى ورق 31.2% 5% معادين، بلاستيك 5% والزجاج لا تفاصيلة 100% نسبة الأمريكا أعلى نسبة مواد هنا ورق 20% مواد عضوية ثم مواد أخرى 26% ماذا تلاحظون أعزائي التراميذ؟ ما هي أعلى نسبة هنا؟ المكونات فهي مختلفة متنوعة لكن ما هي أعلى نسبة؟ ما هو المكون الرئيسي والأساسي الذي يوجد بنسبة كبيرة؟ في هذه النفايات أكيد سنقول على أن هذه النفايات تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية إذن من حيث المكونات فهي مكونات مختلفة وكذلك تحتوي على نسبة كبيرة من المواد العضوية الآن سنكتشف قصية ثانية وهذا ما سنلاحظ في النشار الثاني من خلال الجدول يبين الجدول الأسفل تطور نسب بعض مكونات النفايات المنزلية بالمغرب والمدة اللازمة لتحللها في الطبيعة لاحظوا معي هنا مواد عضوية بلاستيك معادن وارق ولدينا التطور من 1960 إلى 2013 مع ذكري المدة اللازمة لتحللها في الطبيعة ماذا نلاحظ هنا؟ مواد عضوية 75% 75% المدة اللازمة لتحللها 3 إلى 6 أشهر دائما نلاحظ أن أعلى نسبة هي المواد العضوية في جميع السنوات لكن قارنوا معي أعزائي التلاميل تطور الذي يحدث بين السنوات تقريباً انخفاض نسبة الورق البلاستيك ازدادت نسبته والبلاستيك خاصة لاحظوا المدة اللازمة كم هي؟ 450 سنة المعادن من 200 إلى 500 سنة الورق فقط من 3 إلى 12 شهراً بطلب مننا استنتج خاصية النفايات المنزلية التي يبينها الجدول أعلى أعزائي التلاميذ ماذا يمكن أن نستنتج كخاصية؟ لاحظنا على أن في العمود الأخير من الجدول بينا على أن هذه المدة فهي مختلفة تختلف من مكون إلى آخر لكن هذه المدة فهي خاصة إذا رجعنا إلى الجدول لاحظوا معي على أن البلاستيك يصل إلى 450 سنة لتحلل هذه المواد فهي تمكت لمدة طويلة في الوسط الطبيعي إذن ماذا نستنتج هنا؟ على أن الخاصية هي طول المدة التي تتطلبها النفايات لكي يتم تخلص منها أعزائي التلاميذ لاحظنا هذه المكونات وهناك خاصية فهي تحتوي على مواد من قبيل الورق، البلاستيك، معادن، مواد عضنية هذه المواد تشكي الخطر نعم عن طريق مدة طويلة وكذلك يمكن أن نستفيد منها نظراً لاحتوائها على هذه المواد إذن هنا نقول أن هذه النفايات تكتسي أهمية اقتصادية نظراً لاحتوائها على كميات مهمة من المواد القابلة لإعادة الاستعمال كمواد أولية إذن كسؤال كيف يمكن استغلال هذه المواد وتتمينها؟ ونبدأ أعزائي التلاميذ بالتساؤل الأول كيف يمكن تدبير النفايات المنزلية؟ ندبر هذه النفايات لتجنب أطارها السيلبي إذن السؤال الأول هي ما هي الطرق تدبير النفايات؟ وأول عملية هي الانتقاء إذن أول مرحلة في التدبير نقول عنه معاقلاً لمشكل النفايات المنزلية والذي يتمثل في ماذا؟ في فرض النفايات حسب أصنافها وتتم على عدة مستويات أكيد هناك مكونات لعقيمة اقتصادية مهمة إذن لكي نستفيد منها يجب فصلها عزلها على المواد الغير قابلة للاستعمال الآن سنرى ما هي مراحل هذا الفرز ما هي مستويات هذا الفرز ومن أين تبدأ؟ انظروا معي هنا أول بداية هنا أول مستوى هو المستهلك يعتبر كحلقة أولى في مصار تدبير النفايات وذلك باستعمال حاويات قمامة خاصة لكل صنف ولاحظنا كما تلاحظون في حياتنا الاممية مجموعة من المؤسسات نلاحظ هناك حاويات تحتوي على ثلاث أماكن مخصصة مكان مخصص للزجاج للوراق للبلاستيك إذن هذا مهم إن يجب أن يكون انخراط ووعي بهذه المسألة لكي نشارك في مسألة تتمين هذه النفايات والتجنب الأخطار المرتبطة بها المستوى الثاني لاحظوا معي هو على مستوى عمال جمع النفايات وتتم هذه العملية خلال مرحلة جمع ونقل النفايات بواسطة الشاحنات لاحظوا معي أيزاية التلاميذ هنا لدينا مجموعة من الأكياس فيقومون بعزل المكونات كيس محمل بالبلاستيك بالزجاج بالوراق وهذه العملية تساعد على عزل هذه المكونات الآن سننتقل إلى المستوى الثالث إذا رأينا المستوى الثاني من طرف العمال المسؤول عن جمع هذه النفايات ثم المستوى الثالث هو على مستوى مراكز الانتقاء يعتمد في هذا المستوى على تجهزات خاصة وأشخاص متخصصين يعني على مستوى هذه المراكز مثل مركز فرز وإعادة تدوير النفايات بضواحي مدينة فاز لاحظوا كيف تتم هذه العملية لاحظنا قلنا على أن مركز متخصص يعني أنه يتنفر على تجهزات تمكن من فرز هذه النفايات أكيد هناك آليات لفرز هذه النفايات نتساءل ما هي هذه الآليات وكيف تتم عملية الفرز على مستوى هذه المراكز لهذا أدعوكم عزائي التلاميذ لملاحظة الوثقة التالية الوثقة الجانبية تمثل مراحل عملية الانتقاء في مركز متخصص لاحظوا أول بداية عند وصول شاحنات المحملة بالنفايات يتم مستقبالها أول عملية هي انتقاء لاحظوا مايه انتقاء أولي إذن مطلوب منه هو حديد مراحل وكيفية انتقاء النفايات المنزلية الصلبة بمراكز الانتقاء هناك انتقاء أولي كيف هو هذا الانتقاء فهو يتم هناك عاملين يتم بواسطة اليدين انتقاء يداوي يتم من عزل المطروحات عزل ورق مقوى كبير الحج عزل المكونات لا يمكنه الاستفادة منها يتم التخلص منها بشكل نهائي ثم باقي المكونات تنتقل إلى غير بال دوار يتم فيه فصل المكونات إلى أجزام مستحة وإلى أجزام مجوّفة الأجزام المستحة تمر عبر عزل ثاني انتقاء ثانوي يتم بتدخل العمال بشكل يدوي يتم فيه عزل ورق المقوى عن الجرائد والمجلات لاحظوا أنه يمكن توضيفها في مواد سواء لصناعة الوراق أو صناعة البلاستيك نفس الشيء كذلك إذن ماذا يمكن أن نقول أعزائي التلاميذ؟ كتعبير نعبر من خلاله عن هذه المراحل نصير جمل مفيدة يمكن تلخيص أهم مراحل انتقاء النفايات كالتالي انتقاء أولي يدوي حيث يتم التخلص من المواد غير القابلة لأيعدة الاستعمال والتدوير كما يتم عزل ورق المقوى الكبير الحجم باقي النفايات يتم إدخالها داخل غير بالدوار يمكن من فصل الأجسام المجوفة عن الأجسام المسطحة حيث تتعرض هذه الأخيرة إلى انتقاء يدوي من طرف العمال يتجلى في فصل الجرائد والمجلات عن الوراق والتخلص من المطروحات غير قابلة للاستغلال أما الأجسام المجوفة فتتعرض للفرز بواسطة مغناطيس ضخم يتم خلاله فصل الأجسام المكونة من الصلب عن باقي الأجسام تتعرض الأجسام المجوفة غير مكونة من الصلب إلى انتقاء يدوي للتخلص من المطروحات وعزل البلاستيك عن الألمنيوم والمعلبات المختلفة أعزائي التاليمين نطرح تساؤل كيف ما هي التقنيات المعتمدة بعد عزل المكونات لمعالجة هذه المواد التي تم فرزها هنا نبدأ بأول عملية إعادة التضوير لاحظوا على أن المواد التي تم فصلها فهي مواد يمكن تفضيفها في إعادة التضوير استعمالها كمواد أولية في صناعات معينة إذن نتكلم عن إعادة التضوير استعمال وتصنع مجموعة من الأصناف كالزجاج البلاستيك والألمنيوم تقنية الآن ننتقل إلى تقنية أخرى هي تقنية إنتاج البيوغاز لاحظوا معي أعزائي التاليمين الوثيقة التالية تقنية إنتاج البيوغاز في مواقع طمر نفايات الصلبة تخضع هذه الأخيرة لعملية الضغط تؤدي إلى افتقار هذه المواقع للأكسجين إذن هنا نفايات عضوية يتم وضعها في هذا المكان من أجل استخلاص غاز الميطان إنتاج غاز الميطان البيوغاز يتم من طرف كائنات حيالة هوائية من بينها بكتريات تسمى ميتانو باكتيريوم من اسمها يدل على مدى باكتيريوم باكتيريا وميتانو غاز الميطان المستعمل سي أش كاتخ سي أش أربعة هذه المادة هي عبارة عن غاز يستعمل يمكن توضيفه مثلا كطاقة بتحلل النفايات تخمر لهوائي ينتج عنه غاز الميطان سي أش أربعة وغيرها من الغازات التي تتصاعد من هذه المواقع مسببة تلوث البيئة يمكن استغلال هذه الظاهرة الصناعية لتوليد هذه الغازات والاستفادة منها وهذا ما تبينه هذه التقنية عند وضع النفايات هنا وتخليطها بوجود البكتيريا يتم استخلاص غاز الميطان الذي يستعمل ولاحظوا معيه الصورة هنا نلاحظ على أن هذا غاز البيوغاز فهو يعادل 1 متر مكعب يعادل 0.7 لتر من البنزين يعادل 6 كيلو واط من الكهرباء 1 متر مكعب يعادل 0.6 متر مكعب من الغاز الطبيعي 0.8 كيلوغرام من الفحم و1 لتر من كحول اشتعال إذن لاحظوا عزيزي التلميذ فهي تقنية مهمة تمكن من إنتاج مادة يمكن استغلالها نتكلم عن بيوغاز غاز طبيعي طاقة بيولوجية انطلاقا من هذه العملية التي تمكنه من تخلص من نسبة كبيرة قد تصل إلى 90% من النفايات الآن أعزائي التلميذ ماذا يمكن أن نقول بعد عزل النفايات العضوية القابلة للتحلول توضع في أحواض مغلقة وسط حيلة هوائي تضاف إليه بكتيريات الميطان وبكتيريوم تقوم بأكسدة جزئية للمواد العضوية والعملية تسمى بتخمر في غياب عضو ينتج عنه تكون غاز الميطان الذي يستعمل كمصدر للطاقة الآن أعزائي التلميذ ننتقل لتقنية أخرى توضع في استخلاص تقنية الترميد لاحظوا معي الصورة يتم خلالها ماذا هذه العملية يتم حرق النفايات داخل أفران في درجة حرارة تقارب ألف درجة بوجود الأكسجين لاحظوا معي هنا عند وصول الشاحنة يتم تفريغ المحتوى على مستوى هذا الخزان ثم يتم نقله إلى فرن يصل حرارته من 800 إلى 1000 درجة البخار الصادر عن الحق يستعمل يمر عبر هذه الضارة ويستعمل في استخلاص في تكوين طاقة محول حرارة الكهربائية بحيث يتم تحريك لتكوين هذه الطاقة المستعملة في تخفيض كبير ويمكن من تخفيض كبير في حجم ووزن النفايات بالإضافة إلى الاستفادة من موارد طاقية البقايا الاحتراق فهو يعطي رماد لهذا اسم العملية تقنية الترميد إذن استعمال في الأشغال العمومية ويتم طرح البقايا هنا تخلص منها يتم طمرها لماذا؟ لأنها قد تحتوي على مواد ملوثة لهذا يتم التخلص منها إذن لاحظوا جيداً أعزائي التلاميذ تقنية الترميد تمكن من تخلص من نسبة كبيرة من النفايات وتستعمل هنا من أجل حصول على طاقة تقنية أخرى هي إنتاج السماد العضوي تتوفر النفايات المنزلية على نسبة مهمة من المواد العضوية تقارب 56% القابل للتخمر يمكنها أن تتأكساد مما يسهل معالجتها بيولوجياً لإنتاج السماد العضوي هناك طريقتين إما تقليدية طلقاً من نفايات العضوية ورط البعائن أو طريقة عصرية في وحدات صناعية مجهزة تمكن من إنتاج هذا السماد بكميات كبيرة وجودة عالية لكن ما هو مبدأ هذه التقنية؟ كيف يتم استغلال النفايات لإنتاج سماد عضوي وانطلاقاً من الإسم السماد فهو يضاف إلى التربة ليغنيها ليجعلها لكي تصبح خصبة لاحظونا مواد أولية بقايا منزلية لتقابل التخمر روتر بهائي فراش حراجي تربة أملح مدينة ماء هذه المواد تتعرض لمجموعة منها التفاعلات تعطي خالية متجانس من المواد العضوية المتحللة أملح مدينة مع متعضيات مجهدية ماذا يحدث على مستوى هذا المكان؟ حيث توجد البقايا النفايات هو ما يوضح هنا الميبيان تتبعنا تغيير درجة الحرارة نلاحظ أن درجة الحرارة ترتفع بشكل كبير تتجاوز سين درجة ثم بعد ذلك تنخفض خلال هذه التغييرات نلاحظ وجود تدخل مجموعة من الكائنات الحية الفونة كبيرة فطريات بكتريات التي تقوم بتفكيك البوليميرات جزئات كبيرة الضخمة ثم تدخل متعضيات مجهدية من بينها الفطريات والبكتريات لاحظوا هنا عينة إذن سنعبر عن هذه العملية ماذا يمكن أن نقول؟ هناك مراحل متعددة يمر منها تكوين السماد العضوي ماذا نقول؟ يتم إنتاج السماد العضوي خلال ثلاث مراحل تفكك النفايات العضوية بفعل تدخل الفونة التي تعمل على تحويل النفايات العضوية المعقدة إلى جزئات بسيطة أكسدة الجزئات العضوية تنفس والتخمر بفعل البكتريات والفطريات التي ينتج عن هذه المرحلة مواد مدينة وأحماض عضوية بهدف تسريع هذه المرحلة يتم تهوية هذه النفايات ليتم تسريع التفاعلات ثم مرحلة الثالثة تكوين الذبال المسؤول عن إغناء الطربة ويجعلها قصبة لهذا هو مهم بفعل تدخل البكتريات في حرارة منخفضة ينتج عن هذه المرحلة تحويل أحماض العضوية إلى أحماض ذبالية هذه الأحماض تعمل على تثبيت العناصر المعدينية وتعلمون جيداً على أن هذا الذبال يدخل في تركيب المركب الطين الدبالي الذي يعمل على الاحتفاظ بالمواد المعدينية والاحتفاظ بالماء مما يجعل التربة غنية وصالحة أكثر للزراعة لكن هناك مواد أخرى لا يمكن استغلالها بواسطة هذه التقنيات ما هو مصيرها أكيد مصيرها سوف يتم طمرها في أماكن هنا نتكلم عن طمر النفايات المنزلية الغير قابلة لاستعمال نفايات نتيجة عن الترميد يتم وضعها في حفار كبيرة خاصة وفق الشروط التالية كذلك نتيجة عن الترميد ذلك الرماد أشرنا إلى أنه يحتوي على مواد ملوبتة إذن للتخلص منه عن طريق الطمر لهذا يجب توفر شروط في أماكن الطمر حفار كبيرة أو استعمال مقالة معجورة اختيار مكان مناسب بعيد عن مصادر المياه وعن المناطق السكانية والفلاحية عزل حفار عن المياه الجوفية باستعمال عازل من الإسمال توطين تغطية المدفن بطبقة ساميكة من الأدريبة لاحظوا هنا جرابة تقوم بجرف هذه النفايات وطمرها في حفار هنا يجب ضرورة تقييد بالشروط إذن هنا لاحظوا جيدا على أن هذه النفايات يتم استغلالها إذن يجب استغلالها بشكل معقلا لهذا نتأسأل أعزائي التلاميذ عن أطار في حالة عدم استغلال معقلا لهذه النفايات ما هو أطارها في الوسط إذن نتسأل ما هي أطار النفايات المنزلية على الصحة والبيئة والاقتصاد لإجابة على السؤال أدعوكم أعزائي التلاميذ لملاحظة الوثيقة التالية نبدأ بالأطار النفايات المنزلية على الصحة والبيئة لاحظوا في هذه الخططة ماذا تلاحظون أعزائي التلاميذ نفايات مطرح للنفايات ماذا نلاحظ في هذا المطرح هناك سائل قد يتسرب هذا السائل نسميه يسمى سائل النفايات أو عصير النفايات لأنه يحتوي على مواد توجد في النفايات بعد مرور الماء من هنا إطر التساقطات مثلاً أو نعر مثلاً هذه المواد تنتقل إلى الماء وقد تصل إلى السدائم المائية إلى الفرشات المائية كذلك النفايات تستساعد منها مجموعة من الغازات السامة كأحادي أكسيد الكربون كأحادي أكسيد الأزول كتناهي أكسيد الكبريت هذه الغازات تؤدي إلى ماذا عندما تصعد الغلاف الجوي تؤدي إلى ماذا لاحظوا إلى احتباس حراري حيث مسؤول عن ارتفاع درجة الحرارة كذلك تدمير طبقات الأوزون وسنتطرق في الدروس المقبلة بتفصيل لهذه الظواهر احتباس الحراري تقبل الأوزون وكذلك لاحظوا معي أمطار حمضية لأن تفاعلات تنافس الكربون والكبريت تؤدي إلى أحماض الكربوكسيلية والكبريت هي المسؤولة عن هذه الأمطار التي عندما تسقط وترجع للتربة تؤثر سلبا على الغطاء النباتي لاحظوا كذلك الإنسان والحيوانات هنا ستتعرض ستتأثر بهذه النفايات لوائح كريها كذلك انتشار مواد تؤثر خاصة طرابات في الجهاز التنفسي تتميز النفايات بارتفاع نسبة المواد العضوية وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة بحيث يؤدي تحللها إلى تلوث يترتب عنه عكاسات سلبية على الصحة والبيئة في المغرب على غيرار العديد من الدول النامية جزء كبير ينتهي في مطارح غير مراقبة إذن وهذا يعطي مجموعة من الآثار السلبية سواء على الوسط البيئي أو كذلك على صحة الإنسان وصحة الكائنات الحية سنعبر عن ذلك أعزائي التلاميذ ماذا نقول عن الآثار السلبية على البيئة ينتج عن ترشيح مياه الأمطار عبر النفايات المتراكبة تكون سائل الليكزيبيا وهو رشاحة أو عصير النفايات المحمل بالجراثيم والملوتات العضوية والمعدنية تسرب هذه المياه يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية كذلك تحلل النفايات المنزلية في المطارح أو حرقها يؤدي إلى انبيعات غازات سامة من بينها أحادي أكسيد الآزون أحادي أكسيد الكربون تنائي أكسيد الكربون ديوكسين التي تتسبب في تلوث الهواء تلوث الأوساط طبيعية بالنفايات السلبة كالأكياس البلاستيكية تسبب في السدادة للقنوات كما يؤثر ذلك على صحة الكائنات الحية وعلى الإنسان من خلال مجموعة من الأمراض خاصة الأمراض الجهاز التنفسي أمراض الجهاز الدوراني وكذلك أمراض الجهاز المناعاتي الآثار الآن ننتقل أعزائي التلاميذ إلى الآثار النفايات المنزلية كذلك على الاقتصاد علماً أنه في المغرب يكلف جمع النفايات المنزلية والتخلص منها ميزانية كبيرة تقدر بـ 40 مليار درام سنوياً دون استفادة منها مما يشكي الخسارة للاقتصاد الوطني وهنا ضرورة استغلال المعقلاً لهذه النفايات وحسن تدبيرها أعزائي التلاميذ كخلاصة لهذا الدرس أدعوكم لكون بعد النشاط بإنجاز خطاط التركيبية تلخص لنا طرق تدبير النفايات المنزلية وتأثيرها على الصحة والبيئة والاقتضاء والاقتصاد ونحدد عليها التقنيات المستعملة لهذا أقترح عليكم أعزائي التلاميذ الخطاطة التالية لاحظوا معي في هذه الخطاطة النفايات المنزلية عند طرحها الغير معقلان في الوسط الطبيعي هناك مخلفات ملوثات عفوان صلبة غازات تؤدي إلى ماذا؟ إلى تلوث المياه والتربة والهواء وهذا له نعكاسات سلبية على الصحة والبيئة من خلال مختلف الظواهر التي تحدثتنا توقف الأوزون احتباس حراري وكذلك على صحة الإنسان من خلال مختلف الأمراض التي تصيبه الإنسان كذلك هنا ضرورة التدبير العقلاني لهذه النفايات من خلال الانتقاء فرز هذه المكونات وإعادة استعمال وتصنيع الانتقاء من أجل إعادة التدوير وكذلك طمر ما غير مستعمال إعادة استعمال وتصنيع ترميد إنتاج البيوغاز إنتاج سماد العضوي كل هذه الإجراءات تمكن من التقليص من الإنعكاسات السلبية على الصحة والبيئة والاقتصاد الآن بقي أعزاء التلاميذ نتساءل حول كيف تؤثر هذه الملوثات وفقط هنا أشرنا إلى هنا ملوثات مرتبطة بالأنشطة المنزلية أكيد كذلك هناك ملوثات مرتبطة بالمجالات الأخرى المجال الصناعي والمجال الفلاحي وهذا ما ستنطرق إليه في الحصص المقتلة أعزاء التلاميذ إلى هنا تنتهي هذه الحصة وأضرب لكم موعدا في الحصة القادمة شكرا لحسن تتبعكم